ها نحن في بداية رمضان ورمضان شهر البركة شهر الرحمة شهر المغفرة شهر العتق من النار واذا كنا نقول ما اعظم رمضان وما اعظم بركة رمضان وما اعظم الفرحة برمضان الا اننا نقول وايضا ما اخطر رمضان وتكمن خطورة رمضان ايها الاخوة في انه من لم ينتهز الفرصة في هذا الشهر فقد خسر خسرانا مبينة حقيقة اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغم انف من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له هو دعاء جبريل عليه السلام وتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فهذا سيد الانبياء جبريل ملك الانبياء كبير الانبياء جبريل وسيد ولد آدم كبير الانبياء يدعو وسيد ولد آدم يؤمن من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله في النار هذه الفرصة العظيمة ايها الاخوة هذه المنة الجسيمة ايها الاكارم تحتاج الى انتهاز الفرصة كما يقولون ان الفرصة تأتي مرة واحدة فانتهز الفرصة امتهبها هذه الفرصة فرصة ان يغفر ان تغفر لك ذنوبك كم قلت عديدا من المرات ان رجلا عليه ملايين الجنيهات مهدد بالحبس والقتل ثم اتته فرصة لكي يسدد جميع ديونه فلا يبقى عليه دينار ولا درهم اذا اضع هذه الفرصة فاي رجل هو ماذا تسميه هذه فرصة فرصة رمضان ان تغفر لك ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل هي ثلاث فرص بل هي ثلاث وثلاثون فرصة من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كل ليلة لله اعتقاء من النار تلاتين ليلة تلاتين فرصة للعتق من النار اضافة الى الثلاثة الاول تلاتة وتلاتين فرصة لتصبح بريئا سليما ناجيا سعيدا من يضيع هذه الفرص ان الذي يضيع هذه الفرص انه اذا لمخزول لمخزول وانما تنتعب هذه الفرص وتنتهز ويفاز بها اذا احسن المرء استقبال الامر ان تستعد له تلكم الاولى وان تنتهزه وتحسن استغلاله